عملت جميع التحليل وعمل حاجة هو بعيدة ترابولين وكانت سليمة عملت الرسماء المجهود عملت الرسماء البعادي وإيه كله سليم عمل أشعة مقطعية على الشريان التاجي وكانت نسبة الكالسيوم كويسة وقالوله سليم أعمل إيه تعمل إيه تضحك كل يوم شوية ده أنت مش سليم ده أنت 100% سليم أولا سنك ما يخوفنيش ياريتك قلت عندي السكر ولا مدخن ولا عندك كل سرور ولا أسرة سيئة السمعة ولا لا ياريت كنت قلت الحاجات دي ليه الحاجة الوحيدة اللي تقول فيها 100% الأسرة الوحيدة ليه في كل بحث بنعمله يقولك إيه هو ممكن يبقى يجابي في كذا في الماء مثال رسم القلب المجهود لو جبت ميت واحد عنده شريان تاجي أنا متأكد إن عني شريان تاجي وعملت أساطر وطلعت شريان تاجي ومتأكد 100% وكت عمل كلهم رسم القلب المجهود 15% يطلع normal ما يطلعش عنده حاجة خصوصا في الستات ما نعرفش ليه ففي نسبة في كل حاجة خطأ الأشعة المقطعية على الشريان تاجي نسبة الخطأ فيها 3-4% وارد رسم القلب مجهود في خطأ 15% الايكو لا علاقة له بالشريان تاجي خلص يأثر بس لما الأمور تبقى زايدة شوية يعمل شيء في العضلة يبقى فأنت حتقول لي طب أنا بقى في الـ 15% بتوعى الرسم القلب والـ 3000% بتوعى لا مش للدركة دي بقى ربنا عرفوه بالعقل ده طلع سليم وده طلع سليم وده طلع وبعدين انت ابتديت الرسالة بكلمة حلوة جيد أنا عندي توتر غير عادي يبقى انت شخصية متوترة يبقى النمل عندك جمل الشخصية المتوترة كده يحس يعني أنا صباعي بيوجعني درجة معينة لو بقيت متوتر يوجعني أكتر مع ان المرض هو هو التوتر يخليك تحس القلم زيادة جدا فأنت بعد اللي عملته ده كله اعتقد انك إنسان سليم وهولندا أنا عرف الطب كويس في هولندا أنا عرف زرت أنا هولندا وعارف ان الطب هناك كويس جدا يعني فأنا مش عايزي القلق ده إنما لو الشك باليقين بالأسطرة لو الدكتور قال لك اعمل أسطرة اسمع الكلام الأسطرة هي هي زي الشهرين التاجي زي الأشعر المقطعية هي هي ما فيهاش أي مشكلة يعني دي زي دي تقريبا يعني نفس كمية السبغة وكده لو أنا الدكتور بتاعك كنت عملت لك من الأول الأسطرة عشان تسكت عشان تسكت ما تشتكيش لعن لازلت انت يا مخك بيشتغل تجاه الأسطرة ففيه ألام زبحة صدرية ساعات نسميها اسم جميل جدا زبحة كاذبة هي زي الزبحة بالضبط بس ما عندكش حاجة فتستاهل الاسم زبحة كاذبة بتبقى مشابهة بس بالتدقيق في الأسئلة هتلاقي نفسك مش زبحة أنا متطمن عليه أولا في أيدي أمينة ثانيا رسم المجهود سليم هنقول انت من 15% الأشعة المقطعية سليم مش معقول انت بقى بنائي كل حاجة مش ممكن يعني الأسئلة اللي بتسير لعيان الصدر أكيد تسألك لك أكيد يعني تسألك لك هقولك بقى حاجة دحكت جدا جدا بس بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر